حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها السادة والسيدة الحقيقة لدي كلمة في القرآن وهي الحبك كلمة الحبك كلمة فريدة لم تذكر إلا مرة واحدة جاءت في وصف السماء قال تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك هذه الكلمة الحقيقة لها سبعة معاني كما في تفسير الطبري رحمه الله ولكن هناك معنا لفت انتباهي الحقيقة مؤخرا وتحدث عنه وأحب اليوم أن نتحدث عنه على الواقع يعني سوف نرى بعد قليل كيف أن أمواج البحر ترسم هذا الحبك موجات الحبك هذه ترسمها موجات البحر على الرمال الحقيقة هذا الأمر أيها الأحبة عندما جاء الطبر ليفسر كلمة الحبك رجع للغة العربية في اللغة العربية كلمة الحبك هي تدل على شكل يعني أحد معانيها أقصد يدل على شكل للأمواج هذا الشكل العرب تطلق عليه حبك حبكا أو حبك لما ترسمه الماء على الشاطئ على الرمال عندما تضرب الماء الرمل سنرى بعد قليل يرسم موجات تسمى موجات الحبك طيب ما علاقة هذا الأمر بالسماء هذا السؤال يعني أمر يراه الناس حتى في زمن الجاهلية قبل القرآن يرونه على شاطئ البحر ويرونه في الصحراء أيضا الريح عندما تضرب الرمال تحدث نفس الأشكال موجات متجعدة هكذا ليست كأمواج البحر لها شكل يعني مميز هذا الشكل أيها الأحبة وصف الله به السماء شيء غريب يعني قبل 1400 سنة يأتي القرآن بكلمة يراها الناس على شواطئ البحار في الرمال وفي الكثبان الرملية ليصف بها السماء كان أمر غريب الحقيقة في ذلك الوقت ولكن هذا الأمر لم يكشف علميا ويثبت علميا إلا في القرن الحادي والعشرين يعني بعد نزول القرآن بأكثر من 1400 سنة ربما تعجبون أيها الأحبة حقيقة يعني دعوني أشاهد معكم هذه الأشكال ونعود انظروا أحبة في الله هذه الأشكال العجيبة التي ترسمها أمواج البحر أمواج البحر عندما تضرب الرمال كما نرى أمامنا والموج اليوم قوي تشكل هذه الموجات يسميها العرب الحبوك هذه الأشكال أو تدعى باللغة الإنجليزية ريبلز وهي موجات الحبوك وهذه الأشكال مميزة جدا في الطبيعة نراها أحيانا على سطح الماء أحيانا نراها على سطح الرمل عندما تضربه الريح أو تضربه الماء تتشكل هذه الموجات ويمكن أن نسميها موجات الحبوك وهذه الموجات هي التي وصف الله بها السماء ولكن ما علاقة السماء بهذه الموجات حقيقة هذه معادلة غريبة أيها الأحبة ولكن سنكتشف بعد قليل أن الكون يحوي موجات تشبه هذه الموجات أحبتي في الله عندما عندما درس العلماء موجات الجاذبية في الكون وجدوا أن الكون أصلا يتماسك بسبب هذه الموجات موجات الجاذبية هذه الموجات موجات الجاذبية تم الكشف عنها مؤخرا في اكتشاف علم كبير جدا عالمي كان مفاجئا للعلماء حيث كشفوا أن الكون عندما تشكل في بداية تشكله أيها الأحبة يعني اللحظة التي نشأ فيها الكون كيف كان كتلة واحدة هذه الكتلة توسعت بشكل مفاجئ وهذه أحدث نظرية لنشوء الكون وهي معتبرة اليوم ولها شواهد كثيرة تؤيدها تقول بأن الكون توسع بشكل مفاجئ حتى أنهم يسمونها نظرية التوسع المفاجئ أو التضخم المفاجئ توسع الكون بشكل مفاجئ وخلال زمن تقريبا جزء من تريليون 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 من الثانية يعني زمن متناهي في الصغر حدث هذا توسع المفاجئ وخلال هذا الزمن القصير تشكلت القوانين الفيزيائية برز إلى الوجود الزمن برز المكان وبرز المادة بطريقة معقدة جدا لا أريد أن ندخل في تفاصيل ولكن أنا يكثيني أن نفهم الآي علميا الآية الكريمة طيب هذا التضخم المفاجئ ماذا أحدث لقد أطلق موجات اسمها موجات الجاذبية الكونية هذه الموجات أيها الأحبة تملأ الكون حتى الآن وهي طبعا تحكم الكون الآن الكون متماسك بسبب وجود هذه الموجات طب هذه الموجات ما شكلها استخدم العلماء الحقيقة مرصدا غريبا من نوعه لالتقاط هذه الموجات وعندما تم إدخال البيانات على الكمبيوتر ومعالجتها تبين أن الموجات الجاذبية الكونية التي هي صفة مميزة للسماء شكلها يشبه تماما شكل الموجات التي تصنعها المياه على الرمال التي رأيناها قبل قليل ما رأيكم والله أيها الأحبة أنا نفسي أحتار عندما أرى مثل هذه الحقائق يعني أقول من كان يخطر بباله قبل 1400 سنة أن يربط بين موجات البحار أو موجات الحبك الموجودة على الرمال وبين السماء والسماء ذات الحبك ذات الحبك أي أن هذه السماء لها خاصية مميزة أنها ذات حبك فيها موجات شكلها يشبه هذا هذه الحبك التي نراها على الرمال طيب هذه معادلة معقدة جدا أيها الأحبة يعني لا يستطيع أحد أن يعني يربط هذا الربط إلا أن يكون هو الذي خلق السماء وهو الذي خلق الرمال وخلق البحر وخلق الكون أيها الأحبة علماء في مجلة الطبيعة الأمريكية على موقعهم نيتشر الحقيقة عندما أرادوا أن يشرحوا انتبهوا أحبتي في الله عندما أرادوا أن يشرحوا شكل موجات الحبك الموجودة في الكون لجأوا إلى ما لجأت إليه أنا قبل قليل فجاءوا بهذه الموجات أو الأشكال التي ترسمها المياه على شاطئ البحر وقالوا هذه الموجات المتشكلة ريبلز أو الحبق هي ذاتها التي شكلها الكون أو أطلقها الكون في بداية تشكله قبل أكثر من 13 مليار سنة ولا زالت تسبح في الكون وتم اكتشافها حديثا طيب والله والله أيها الأحبة يعني يعني حتى لو كنت ملحدا أخي الكريم يجب أن تحترم هذا القرآن حتى لو كنت لا تؤمن بوجود خلق احترم القرآن الذي يخاطب الناس بشكل علمي ثلاث كلمات والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف كلامكم أيها الملحدون متناقض كيف تعترفون أن الكون مليء بموجات الحبق وأنتم تستخدمون التشبيه القرآن ذاته الحبق على الرمال ثم عندما يأتيكم القرآن وانبهارا وإيمانا بهذا الكتاب العظيم لأنه كتاب علم بالدرجة الأولى وليس كما يدعي هؤلاء الذين لا يفقهون يقولون هو كتاب أساطير وعنف وكذا كلام فارع يعني القرآن أحبتي في الله رقم واحد هو كتاب علم والعلم في القرآن ذكر أكثر من ثمانمائة مرة العلم العنف لم يذكر ولا مرة ما رأيكم العنف لم يذكر السيف لم يذكر في القرآن السبي لم يذكر أحبتي في الله انتبهوا بينما العلم ذكر مئات المرات الرحمة ذكرت مئات المرات وهكذا القرآن هو كتاب علم كتاب منطق كتاب يخاطب العقل يخاطب للقلب والعقل هو منهج ليحميك في هذه الدنيا يوصلك لبر الأمام ثم تكون لك جنات النعيم يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أكبر همنا لقاء الله الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر